بسم الله الرحمن الرحيم من بين عشرات الاكواد ومن بين عشرات الكتب اللي بتتكلم على توزيع الوظائف في موضوع البيم اخترت شكل دوت لانه سهل وبسيط وباين وموضح كل واحد فيهم المسؤولية بتاحته هو اولا مقسم الاعمال الاستراتيجية واعمال management واعمال production عملية بينتج عنها ان الموضل بيتعمل تمام في اكواد تانية بتشيل بيم مانجر وفي اكواد تانية بحطي بيم كوردينيتور وفي اكواد بتزود في اكواد بتتخلي بيم موضلر وفي اكواد بتضيف بيم درافتر تمام ففي اكواد كتيرة ووظائف كتيرة بس ده اسهل واحد وواضح ممكن اشغل عليه هو بيقول لي ان انا عندي هنا في حاجات استراتيجية اللي هو الواحد اللي بيحط الالستاندرد بيحط الورك فلو اللي لالناس يتمشي عليه ويحط الكم الم request و��حط� الكم الترنك وقو لي pad qun استراتيجية في في المانجمينت واحد بيحط البيميكسشن بلان للمشروع بيوجود المشروع الموديل اوديت بيبدأ يفحص الموديل كل مسلا اسبوع الموديل كوردنيشن بيبدأ شوف في مشاكل ولا اقا ويبلغ الناس اللي هي شغالها بموديلار بحيث ان هما يصالح الحاجة ديات الكونتين تكرييشن لو حد ما عايز فاميلي او حد اي عنصر يبدأ يعمله له وفي البردكشن ده اللي هو خاص بالنوحة بيعمل موديلينج او بيعمل دروينج دلوقتي ابقى بمبصد كده بنلاقي البيم مانجر هو المتولى موضوع الاستراتيجية باكملها تمام كل الحاجات بتاع الاستراتيجية دي ما تقلية البيم مانجر وبيعمل كمان بيشارك في عمل البيم اكستوشن بلان تمام بعد كده بس هو ما ينفعش البيم مانجر يدخل لي الى سنبي ادي او يعمل درافت ده كده يبقى انت بتستغله غلط صح ان هو يبقى مركز وهو منطقيا اللي هو اشتغل حاجة باديه مش هادر هو يفحص الحاجة اللي هو عملها ويقولك اه ده شغل بتاع واحش فهو الافضل ان البيم مانجر داي بقى مسؤول عن وضع الاستراتيجية متابعة الناس بيشارك بس في جزء بتاع المانجر منت في انه بيحط البيم اكستوشن بلان مع باقي الاقسام ومع البيم كوردينيتور البيم كوردينيتور بيشارك في الترينج وبيشارك في وضع البيم اكستوشن بلان بيما مسؤول عن البيم موضوع مسؤول عن الموديل كوردينيشن مسؤول لوحد عز الفاميلي ممكن يدخل يرسم بعض الاشياء اللي فيها مشاكل او صعبة او شاكل مثلا ملفوف كده فالناس عرف ترسمه فهو يدخل يرسمه البيم موديلر هو مسؤول عن الموديلنج ودروينج بروداكشن وفي الناس بتخلي البيم موديلر وفي الناس بتخلي بيم موديلر وبيم درافتنج او دروينج بحيس ان واحد فيه مسؤول عن النوع ويعمل حاجات السليلسية الابعاد واحد يبقى مسؤول عن حاجات 2D زي ديمانشن زي كتبات يعمل حاجات ديت وبيخش بعض الاوات يعمل الفاميلي يعني في بعض الفاميلي يكون البسيطة دي خالص فهو يدخل عميها فالشكل ده بسيط جدا اللي عجيبه ان انت تلاقي واحد يقول لك انا شغال بيم مانجر ومعرفش اي حاجة من الحاجات ديت ومجرد ان هو شاطر في الجزء بتاع الموديلنج لكن انا خلص في عمره في حياته وموسمعش عن بيم مكسشن بلان وموسمعش عن بيم مانجر وموسمعش عن الستاندرد وموسمعش عن الستاندرد سألت انا بيم مانجر كذا مرة وكذا بيم مانجر يقول لي لأ انا بشغال بدكود معرفش ايه كود الشغال بدكود لو كانوا شغلين زي فولي ومرة بيم مانجر اخذنا على الجنب اقلل انا عايز اعرف ايه بيم يعني هو بيم مانجر وبفكرة انه اقدم معماري في الشركة فامسك انت بيم مانجر بتاع الشركة وده يعني مش صح من الشركة يعني الرجل نفسي مش غلطان بس هي الشركة اللي غلطانة لان ده ده وظيفة زي مثل لما تقول لي روح الشغل محاسب طيب انا معرفش حاجة في الحسابات تمام فنرجو لو انت في حاجة من الحاجات ده تعايز تشغل في اليم مانجر او مانجر اسفل الفيديو ده ان شاء الله هتلاقي بعض الفيديوهات اللي ساعدك ولو في حاجة ناصر بعتلي وان شاء الله اشترح لك وحط لك عني انت السلام عليكم